بناء على تكليف من صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي مملكة البحرين شارك الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني ممثلا عن جلالته مع فخامة محمد نواز شريف رئيس الوزراء الفاكستانية في الحفل الذي يقيم في إسلامباد بمناسبة وضع حجر الأساس لجامعة الملك حمد التمريض والعلوم الطبية المصاحبة باسم جامعة الملك حمد وبمشاركة ممثلين عن مستشفى الملك حمد في البحرين حيث قدم ممثلون عن مستشفى الملك حمد في البحرين شرحا لرئيس الوزراء الباكستاني عن المشروع المذكور والذي حظي باستحسان الحضور وبهذه المناسبة عرب رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف عن شكره وتقديره إلى جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملكي مملكة البحرين على تبرعه ببناء جامعة التمريض الطبية في إسلامباد والتي سيتم إقامتها في العاصمة إسلامباد من جانبه صارح الفريق الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس الحرس الوطني بأن العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بباكستان والشعبين الصديقين وتطورات الحاصلة في المنطقة يدفعنا إلى مساعدة بعضنا البعض والمقوف صفا واحدا وأن مملكة البحرين سباقة في مساعدة الأصدقاء والأشقاء وتلعب دورا لتوفير الحياة الكريمة للشعوب الصديقة فإن هذا المشروع الطبي الذي أمر به جلالته الملك حفظه الله ورعاه لخير دليل على علاقات الصدقة والتعاون التي تربط المملكة مع باكستان وأن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم هذا وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع بموجب اتفاقية تم للتوقيع عليها بين البلدين الشقيقين في أغسطس عام 2016 والتي تدف أساسا إلى توسيع العلاقات الثنائية والتاريخية والتعاون بين البلدين ويعتبر مشروع هذه الجامعة ثمرة الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين إلى جمهورية باكستان الإسلامية في مطلع عام 2014